السلام عليكم اهلا بيكو في مطبخ موني النهاردة ان شاء الله هشارك معاكو فكرة جميلة جدا للسينابون هنعمل مع بعض ميني سينابون مناسب للكيتو دايت بمكونات اقتصادية مش هنستعمل دقيق لوز ولا اي مكونات غالية هنعمله بمكونات اقتصادية متوفرة في البيت ونفس طعم السينابون بالزبط ان شاء الله هيعجبكو يلا بينا نشوف هنعمله مع بعض ازاي معانا بالاكواب الهيارية نص قوب من السمسم المتحمص وقوب كامل من مبشور جوز الهند المبشور يا جماعة مش الدقيق هنجيب دلوقتي مطحنت الخلاط ونحط فيها السمسم ونشغل دلوقتي الخلاط ونطحن السمسم بالشكل ده وبعد ما طحننا السمسم هنجيب دلوقتي بولا ونحط فيها مطحون السمسم وبرضو هنحط مكان السمسم مبشور جوز الهند هنطحنه كده على المرتين احنا بنستعمل مطحون جوز الهند علشان يطلع الزيوت اللي فيه وطبعا ما ينفعش نحны نستعمل دي جوز الهند وكمان ما ينفعش نستعمل المبشور من غير ما نتحنه بالشكل ده وبعد ما تحننا كله نقول دلوقتي بقي المكونات معانا هنا في البولة دلوقتي نص كوب من السمسم المطحون وكوب من مبشور جوز الهند المطحون وبيضة وبكن بوذر معلقة كبيرة من الزبدة السايحة وكوب مليئ من الجبنة المتزارلية دلوقتي انا احط جبنة المتزرلة ان هي تسيح في المايكروويف وهنحط دلوقتي باقي المكونات على جوز الهند والسمسم هنحط نصي معلها صغيرة مليانة من البيكن باودر وهنضيف عليهم دلوقتي البيضة وهنضيف كمان دلوقتي الزبدة معلها كبيرة من الزبدة السايحة وهنقلبهم مع بعض بالشكل ده وبعد ما المكونات اختلطت مع بعض كويس بالشكل ده هنضيف عليها دلوقتي الجبنة المتزرلة خلاص يبتوهد بس دقيقة واحدة في المايكرويف بتسيح معانا كده هنبدأ دلوقتي ان احنا نضيف الجبن على المكونات وهنبدأ دلوقتي ان احنا ناجم بادينا لغاية لما نلم العجينة على شكل كورة بالشكل اللي قدامنا ده خلاص العجينة كده تلمت معانا وبعد كده هنحط العجينة بين طبقتين من ستريتش في المو هنبدأ ان احنا نفردها انا زي ما قولتولكم هعمل مني سينبول مش هعمل سينبول بحجم كبير لو عايزين تعملوا سينبول حجم كبير ما تفردوش العجينة قوي بعد ما فردنا العجينة كده معايا معلقتين كبار من سكر استيفيا او اربع كيائس من سكر استيفيانا وكمان معانا مطحون الارفة هنشيل دلوقتي طبقة الاولى من الستريتش في المو هنبدأ ان احنا نوزع السكر بالشكل ده اي سكر يكون مناسب للكيتو استيفيا استيفيانا تروبيكانا استيفيا او حتى سويتال اي نوع مناسب للكيتو بعد ما حطينا السكر كده هنوزع برضو ارفة هنحط طبقة من الارفة بالشكل ده وهنبدأ دلوقتي نعمله على شكل رول بنفس الطريقة كده وبعد ما لفينا العجينة على شكل رول بالطريقة دي هنبدأ دلوقتي ان احنا نقطع السينابون قطعه بالحجم اللي انتو عايزينه انا زي ما قلت لكم عايزة اعمل من السينابون فهعمل بالاحجام دي وبعد ما قطعناه كله تقريبا احجام متساوية كده بيكون معانا السينابون بالشكل ده هنبدأ دلوقتي نوقفه كده ونضغط عليه التحت علشان يتفرد معانا من فوق بالطريقة دي كده وبعد كده هنجيب صنياة صغيرة وهنبدأ نحط فيها وحدات السينابون وبعد ما حطينا السينابون بالشكل ده سيبه ما بينه مسافات كده لان هو هينفز شوية في الفرن بندخله على الفرن سخنة على درجة حرارة 180 بيقعد بالزبط حوالي تلت ساعة ويلا بينا بقى نعمل سوس الجبنة معايا هنا تلت وحدات من الجبنة كيري هنحط عليها دلوقتي غطى من الفانيليا السيلة ونحط عليها حوالي معلقة كبيرة من سكر ستيفيا او ممكن نحط ثلاثة اكياس من سكر ستيفيانا ونحط كمان دلوقتي حوالي معلقة كبيرة من الزبنة السايحة ونقلبهم مع بعض بالشكل ده وبعد ما قلبناهم كده هنحط عليهم دلوقتي كريمة خفق او ممكن ان انتو تحطوا حليب لوز او حليب جوز الهند على حسب المتاحة عندكم هنحط من الكريمة الخفق لغاية لما يكون معانا القوام بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي بيكون معانا القوام سايب كده خلاص السينبو انطلع معانا من الفرن زي ما قلت لكم بينفش معانا شوية عادي ما فيش مشكلة وهو لسه سخن كده بنجيب السكينة ونخلط طروف كده علشان ما يكونش ملزق في بعضه وعادي ان احنا نمسكه بادينا كده ونلم الأجزاء على بعضها وهو سخن يا جماعة قبل ما ينشف ويلا بينا بقى نحطه في طبق التقديم هنحط دلوقتي وحدات السينبو بالشكل ده طبعا نقدمه بالطريقة اللي انتوا عايزينها وبعد ما حطينا وحدات السينبو في الطبق بيكون معانا بالشكل ده يلا بينا بقى نحط عليه سوس الجبنة بنحط عليه كده من فوق وبعد كده هنوزعه بالمعلقة من تحت ونوزع كده السوس بالمعلقة علشان شكل السينبو يبان معانا بيكون معانا بالشكل ده ويلا بينا بقى نزين الطبق انا هحط عليه كده من فوق رشا من القرفة وكمان شوية من الفزق المطحون بيكون معانا بالشكل ده وانا حطيت تحت صنية بيدا علشان يبان معانا الشكل كويس طبعا نقدمه بالطريقة اللي انتوا عايزينها ودلوقتي انا هكتب ليكم المقادير المقونات بالزبط علشان تعرفوا ان انتوا تصوروها ويلا بينا بقى نشوف السينبون بتاعنا كده وندوقه مع بعض بتكون معانا بالشكل ده بعد ما بردت بقت متماسكة وشكلها جميل جدا وبصراحة طعمها اكتر من رائع زي طعم السينبون الاصلي بالزبط وكل اللي ده منه يا جماعة والله معارف يفرق بينه وبين السينبون الاصلي وده كان فيديو النهاردة طريقة عمل السينبون او من السينبون مناسب للكيتو دايت بمقونات اقتصادية متوفرة في البيت سهل وسريع التحضير وطعمه جميل جدا جربوه قلولي رأيكم ايه في التعليقات اذا عجبكم الفيديو بتاع النهاردة اشتركوا على القناة فعالوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي ما تنسوش ان انتو ترفعوا الفيديو باللايك والشير وتعليقاتكم الحلوة علشان يوصل لاكبر عدد من الناس وبالف هانا وعافية